تلقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية صفعة أممية شديدة بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة السورية على الجولان السورية معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية وللمرة الأولى في تاريخها تصوت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار بعد أن كانت تمتنع عن التصويت خلال السنوات الفارطة وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 150 صوتا وامتنعت عن التصويت 14 دولة وصوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل فقط تزيد هذه الخطوة الرمزية من إنعزالية الولايات المتحدة وإسرائيل كدولة احتلال وهو مؤشر يقرأ فيه الكثير من المراقبين أن للحق صولة وللباطل جولة ثم يضمحلة وتضغط إسرائيل منذ بداية رئاسة دولاند ترامب من أجل موافقة الولايات المتحدة رسميا على سيطرتها على الجولان لتكرار ما فعله بالكدس حين اعترف فيها عاصمة للاحتلال مخالفا بذلك كل القوانين والشرائع الدولية وعلى وقع هذا التطور الدراماتيكي قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الجولان أرض سورية وسيتم استعادتها سلما أو حربا وهو تصريح رأى فيه الكثير من المحللين تهديدا مبطنا من دمشق واحتلت إسرائيل هضبة الجولان التي تبلغ مساحتها نحو 1200 كم مربع في عام 1967 وضمتها إلى أراضيها في عام 1981 في تحرك لم يلقى اعترافا دوليا ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إلي عام 1973 وتعهدت الشرطة الروسية بعد اتفاق الجنوب السوري في أيار الماضي بمرافقة قوات الأمم المتحدة يونيفيل وحماية الشريط الحدودي في منطقة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في خطوة لتطمين الجانب الإسرائيلية فهل يكون القرار الأممي مقدمة لتحرك دبلوماسي أو حتى عسكري لاستعادة الهضبة أم أن ما جرى هو زوبعة في فنجان هذا ما ستكشفه الشهور وربما السنوات المقبلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر